موسيقى موسيقى أهلاً أحبائنا مشاهدينا بحييكم في شخص ربنا يسوع المسيح وصلاة هذه الحلقة تكون بركة لحياتك إحنا عم نشوف أمور غير عادية في هذا العالم ونكاد أن نتنفس الصعداء فتأتي مصيبة أخرى وكأن العالم من كارثي إلى كارثي من حدث إلى حدث وطبعاً يمكن شفنا الكورونا ولربما توقف الحديث عن هذا الوباء الخطير وكل العالم عم بيتكلم عن الحرب الخطيرة بين روسيا وأوكرانيا وتهديد الاقتصاد العالمي وممكن تجر العالم إلى حرب عالمية تالتي والناس أكيد بتحط ملامع على كتير أشياء فيه ناس بتحط اللوم على الصين فيه ناس بتحط اللوم على أمريكا فيه ناس بتحط اللوم على روسيا وهكذا ولكن في كتير ناس عم تستغرب أنه طبق وين الله في هذه الصورة عم بتحط اللوم على الله فحلقة اليوم هو عبارة عن سؤال هل يلام الله على ما يحدث أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة الشيقة رح تكون سبب بركة لحياتك ابقى معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية وطبعا فيك تشاهدنا على الفيسبوك لايف على اليوتيوب على كل وسائل التناقل الاجتماعي حديثنا في هذه الحلقة هل يلام الله على ما يحدث يصرني جدا أحبائي وشرف وامتياز كبير أقدم ضيف الحلقة ولأول مرة على برنامج ليكن نور القسيس فريدي صالح القسيس فريدي هو راعي الكنيسة الإنجلية العربية بتورونتو واللي ساكن في تورونتو في كندا الاسم المشهور كنيسة تشابل بليس أسيس فريدي أهلا وسهلا فيك في برنامجك وفي مكانك منرحب فيك في هذه الحلقة أهلا بك يا سيس نزار مبسوط جدا ومتشرف أن أكون معك ورب دينا وقت حلو أكيد موضوع الحلقة شوي يمكن مثير وأكيد يمكن في زي ضوء إحمر أول ما منسمع الجملة أول ما منسمع الكلمات وأنا عم بنقل يعني كلام الناس لحضرتك أكيد أنت متفق معي اللي عم نشوفه في هذه الأيام واللي عم بيحدث أمور غير عادية قبل ما نبتدي بالأسئلة شو رايك في الموضوع آه بالتأكيد الحقيقة بكل المقاييس يعني مفيش مبالغة أبدا لما نقول أنه المرحلة دي والحقبة دي من تاريخ الحياة بشكل عام آه مختلفة جدا جدا و ويمكن حصلت عبر التاريخ كوارث كتير يعني بالتأكيد التاريخ بيقول بس المرة دي اللي بيحصل في الوقت ده آه لو هنحطه كده بداية من كوفيد وكورونا ولغاية دلوقتي واللي شكله جاي وإحنا بنشوف الحرب اللي بدأت في أوكرانيا آه فيه اختلاف فيه فيه كده آه تفرد شوية للحالة دلوقتي الهم زاد للطراب زاد جدا المشكلة كمان أنه القصة دلوقتي كل كارثة حصلت في التاريخ حصلت في مكان معين حتى الحروب العالمية الأولى والتالية آه في حتت في أوروبا في بعض بلاد حواليها لكن مع كوفيد مع كورونا القصة بقت عالمية بشكل غير عادي والاضطراب وصل لكل بقعة في الأرض مفيش حتة دلوقتي تقدر تقول عليها لا بس الحتة دي هادية لا بس الحتة دي ما فيهاش يعني اضطراب كبير مفيش يعني المشكلة كمان الواضحة لنا قوي التأثيرات النفسية الكبيرة قوي للي بيحصل آه الأرقام السنة دي أسيس نزار آه كنت بابص على شوية تستاتيستيكس كده آه أرقام إحصائيات مقارنة بين 2019 مثلا ودلوقتي عن الصحة النفسية للبشر جلوبيل على مستوى العالم الأرقام مفزعة عندنا أطفال في السن 11 و13 سنة بتنتحر آه في رقم مفزع حاصل في كندا هنا قريته من من كام يوم في الجرائد أنه خلال الثلاث شهور اللي فاتوا تلت اللي ارتكبوا جرائم قتل تلتهم من شباب وأطفال أقل من 20 سنة اللي قتلوا واثنين من الحالات اللي قتلوا أقل من 15 سنة فلا هو وقت طبعا خاص جدا وقت صعب وكمان اللي بيختلف في هاي الأيام أنه مش عم نتنفس يعني كل ما ها فكت عملية الكورونا ما منشوف إلا فيه كورونا تاني بتطلع فبصير فيه تشديد أكتر وعلى الاقتصاد وعلى الظروف وعلى الوضع وغير الحرب اللي عم بتهدد الكل واضح أنه كله وراء بعضه بشكل متواصل خليني يعني يعني بعد كل اللي عم بيصير كورونا وأمراض نفسية وعقلية وصحية وكوارث وإلى آخره هل الإنسان فعلا بيتعلم أي شيء من اللي بيصير من الوباء أو من الحرب هل ما زلنا نتعلم أي شيء للأسف يبدو أنه الإنسان مش بيتعلم يعني الحقيقة لما بدأ الوباء من أول 2020 وأواخر 2019 وأول 2020 يعني كانت لطمة على وجه العالم صفعة يعني لو تفتكر كده لما عدنا في بيوتنا ومش قارفين حتى نروح نشتري حاجة والعزلة وكمان اللطمة كانت على وجوه الجميع يعني أنا فاكر ابتدينا نقول إيه طب يلا الحكومات هتعمل حاجة بقى تصرفوا لقيت رئيس وزراء إنجلترا جالو كوفيت في الشهور الأولى ودأكها للإنتنسف كير طب هل هو مين هيلحقنا يعني كان المفروض نتيجة الصفعة دي إن الإنسان يتعلم حاجة وأهم حاجة كان محتاج يتعلمها الإنسان هي التخلي عن كبرياءه يعني الصفعة دي كانت عبارة عن إيه فيروس صغير قوي أضع على الحياة الحياة شلت تماما في كل مكان فكان المفروض إن الإنسان يعني يتضع شوي افهم حجمك بقى أعرف إمكانياتك أعرف إنه أنت يعني ضعيف جدا معرض معرض خالص وضعيف فإهدى شوية واعرف حجمك واعرف قدراتك وحدودك الحقيقة إنه حصل كده يعني نوع من الخوف الأول وانكسار شوية لكن يبدو أنه لم يردعه الوباء الإنسان لما نيجي النهاردة نبص على ما بيحصل من من روسيا تجاه أوكرانيا ونشوف إحنا إحنا مش بنتكلم خالص في السياسة لكن إحنا بنتكلم في فكرة معينة وهو جبروت القوة اللي هو أنا أنا أمتلك قرار إنه إن أنا أهاجم ناس إن أنا أطرد ناس من بيوتها إن أنا يعني أغير من مصائر عائلات إن أنا أطلع أولاد يمشوا في البرد ويمشوا في الطرق أريت عن عائلات أحتل بلد كامل أريت عن عائلات مشوا 17 كيلو في البرد ده عشان يوصلوا لمكان ياخدوا منه حاجة يروحوا يعدوا بيها الحدود مأساة فالإنسان لم يرضعه الوباء الإنسان ما خافش ولم يعني يتخلى من عن كبرياءه قدام الموت كمية الناس اللي ماتت السنين اللي فات السنتين اللي فاتوا أرقام رهيبة طب قدام الموت يعني أنت يعني أنت أنت يعني إيه لقيت نفسك وجها لوجه قدام الموت اللي خاد ناس كتير قوي وشباب صغيرين نعرف ناس راحوا بكوفيد سنهم 35 سنة وسمعت عن أطفال كمان في الوقت الأولان يبدو أن الإنسان ما تعلمش من الكبرياء بتاعه استمر وبقوة عرف سيس نزار الحكاية دي بتفكرني بفرعون فرعون وقت ما موسى وقفه قدامه موسى لما رحله أول ما دخله قال له الله بيقولك اطلق شعب ليعيد لي يذهب مسيرة ثلاث أيام لكي يعبدني رد عليه قال له ما عرفش الله اللي أنت بتتكلم عنه الله لا أعرفه وإسرائيل لن أطلقه رح الله بعيط له الضربة الأولى الضفاضة الدم الدربة الأولى كانت الدم أول ما الضربة حصلت ميت النهر وكله بقى دم نادى على موسى بسرعة يلا موسى بسرعة صليلي عرفت زي في أول البنداميك تلاقي اجتماعات الصلاة مليانة أيها تلاقي الناس كلها رفع قلبها والفيسبوك مليان والفيسبوك وكذا أول ما رفع الضربة طرح طرده قال له مش بايد طرد موسى قال له مش بايد طب خد الضفاضة يا موسى تعالى الحقني اترفعت الضفاضة مش هطلع على الشعب مرة منهم قال لهم أعتقد في ضربة البعود يمكن قال لهم هذه المرة قد أخطأت يلا يعني بس مشي الحكاية دي وأنا دخيلك دخيلك الحقني ها والله طلع من عنده ورفع الضربة بعدها قال له لا أعود أرى واجهك مرة أخر قساوة الإنسان يعني قساوة الإنسان وانت وانت بتبص على المشهد دلوقت كأنه هي نفس القصة طب امتى يا إنسان ستعرف محدوديتك وضعفك هي المشكلة القديمة الحديثة يعني الشيطان شو كانت مشكلة الكبرياء طحي يعني يعني هي نفس المنهج اللي مشي بالإنسان وكان المفروض إنه لما تحصل الحاجات دي يفوق اكتشفنا هنا في الموقف بتاع الحرب الأخيرة إنه لا لسه الإنسان زي ما هو وبيهدد دلوقت أنا ممكن أدوس على زرار أدمر العالم لا حدود لكبرياء الإنسان والطرف الثاني عم بيستخدم القوة الاقتصادية والمال والجبروت أنا بتكلم على الولايات المتحدة يعني بالمقابل والغرب إلى آخر فوين يعني النهاية لهذا الموضوع دايما في ردود فعل أقوى في كل الموضوع المشكلة في إيه الإنسان حط كل رجاءه على غالبا في رأي يعني على ثلاث حاجات المال القوة النفوذ وجعل من الثلاثية دي معتمده ورجاءه ومصدر أو مصادر أمانه الديني قوة الديني مال الديني نفوذ وأول ما الإنسان وتلاقي الإنسان طول الوقت بيسعى ليمتلك السلاسة وأول ما يمتلك التلاتة دول شوفوا بيعمل قوة للتدمير على فكرة بالمناسبة التلاتة دول موجودين عند الله المال اللي هو الغنى الله له المسكونة والساكنين فيها القوة هو فوق كل السلطان النفوذ هو نافذ لكل بقعة في بقعة الأرض لكن كيف يستخدمهم الله في صلاحه يستخدمهم لخير مشكلة العالم إنه بيسعى للتلاتة هو ما عندهوش بس بيحاول إيه حصل على التلاتة وأول ما يمسكهم في إيده تشوف اللي بتشوفه دلوقت تشوف واجع تشوف حروب تشوف ظلم من إنسان لإنسان النهاية بقى إيه أو يعني طب يعني إيه اللي يحصل ممكن أقرأ لك جزء كده فضل يعني من كلمة الله يعني إذا جاز أقول في خطية كده بالنسبة لله مكروهة أكتر من غيرها وطبعا الله يكره الخطية إذا جاز أقول الله يكره لأنها ضد طبيعة الله اللي هي القداسة لكن على على تاج الخطايا أو يعني ضرة التاج بتاع الخطايا إذا هو تاج يعني هو الكبرياء طبعا الله له موقف مع الكبرياء هقرأ بس أجزاء كده من إشعية 2 توضح الفكرة دي يقول كده في إشعية 2 وعدد 12 فإن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعالي تعبير قوي جدا الله عنده يوم على كل متعظم وعالي على كل مرتفع فيوضع على كل حد وكل قوة رفعت نفسها فوق ستوضع وعلى كل أرز لبنان العالي المرتفع سورة الكبرياء وعلى كل بلوت أو بلوت شباشان وعلى كل الجبال العالية وعلى كل التلال المرتفعة وعلى كل برج عال على كل سور منيع وعلى كل سفن ترشيش ويكمل كتير قوي بعد كده يقول إيه يقول إنه في ذلك اليوم آه عدد 17 فيخفض تشامخ الإنسان وتوضع رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم وانا في رأيي سيبقى الإنسان على الكبرياء حتى يزلوا الله يعني ويت بتتكلم برضو أجدتني الفكرة من إشاية 57 بآية 15 لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنصحق والمتواضع المتواضع الروح لأحيى روح المتواضعين ولأحيى قلب المنصحقين تذكرت الآية في في أرمية سفر أرمية النبي أرمية صحاح 9 والآية 23 لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا يفتخرن الجبار بجبروته ولا يفتخرن الغني بغناء بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الله عايزة أقول بس حاجة أشكرك يعني يعني دي آية في الموضوع جدا عايزة أرجع لإشاعية 57 عشان أكد اللي قلناها قبل كده الله يمتلك النفوذ والقوة والمال أو الغنى لكن يوجهه فين الإنسان لما بيمتلكهم بيحارب وبيأذي لكن في إشاعية 57 هكذا قال الله العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه مع المتواضع والمنصحقين فيوجه قوته ليحيي روح المنصحقين وليحيي قلب المتواضعين فعشان كده في صلاح الله يوجه هذا لخير الإنسان لكن في شر الإنسان يوجه القوة والنفوذ والغنى للأذى لأذى الإنسان يعني أنا من جملة المشاهدين المشاهد عم بشاهدنا وعم بسمعنا وعم بيتساءل طيب يا طرهل أنا عندك برياء أنا مش عارف نفسي إيه المقياس كيف ممكن أفحص نفسي في هذا أو إذا هذا الموضوع أعرف إذا عندي شوي والنص والكبرياء كامل طبعا ما فيش حد متكبر عارف أنه متكبر يعني خلينا نتفق على الحكاية دي يعني عمرك ما تسأل حد أنت لو أنت عارفه لو أنت تعرف حد متكبر قوي لو سألته أنت متكبر يقولك لا خالص ده أنا متوضع جدا فغالبا مشكلة الكبرياء أنه مرض يعني يصعب تشخيصه من صحبه يعني ممكن يكون كل اللي حواليه شايفين أنه متكبر وهو حاسس أنه أعظم المتوضعين يعني نعم فلو قلنا حاجات بسيطة يعني هجاوب أقول كان فيك حاجة بسيطة لفحص الزات لأنه هذه خطيئة مكروهة أمام الله يقول الكتاب يقاوم الله المستكبرين أما المتوضعين فيعطيهم نعمة لو أقول حاجات نفحص بيها نفسنا المتكبر هو الشخص الذي لا يتعلم من أخطائه ده واحد من مقاييس صح اللي لايس نفسي بيه ده أنا بقول عن نفسي أن أنا متضع طب أنا لما بغلط واكتشف أنه ده غلط بتعلم ولا بأصر على الغلط لو بأصر على الغلط ده كبير يعني وبلاش فلسف الموضوع لنفسي وبلاش أسميه اسم تاني لكن واحدة من الحاجات العملية جدا اللي أنا شخصيا بحطها قدام نفسي هل تتعلم من أخطائك دي حاجة أولى الحاجة التانية المتكبر هو شخص لا يقبل التوجيه برضو صح يعني ببساطة شديدة جدا المتكبر يعتبر أي توجيه إهانة ويعتبره طعن ويعتبره أنه يعني طعن في الكرامة وأنا ده معناها أن أنا صغير هذا التفكير وراكب ريال الشخص المتضع يتعامل مع التوجيه وأنا استخدمت كلمة توجيه لأنه أنا بفترض أنه اللي بيتقلي بيتقلي في روح الودعة والمحبة فأنا استقبله بالتضاع أفهم أتعامل معاه أسمعه وفكر فيه مش أرفضه لمجرد أنه بيقول لي أنه في حاجة غلطة عملتها فدي حاجتين الحاجة الأولى تعلم من الأخطاء تاري حاجة قبول الانتقاد عدم التوجيه عدم قبول التوجيه كبريا حاجة كمان تقول لي إذا أنا متكبر ولا الشخص المتكبر يبرر أفعاله دائما ويختلق الأعذار صح عمره بيقول أنا آسف مش موجودة أو ممكن يقول آسف ولكن بكبرياء حتى يثبت تزنيب الشخص الآخر عارف آسف بس آسف ولكن السيس دي مشكلة كبيرة كبيرة اللي إحنا هي هذا جزء من الكذب والكذب له ألوان في تحوير الكلام في أنصاف الكلام في يعني أنا عاوز أسمعك بس اللي أنت عاوز تسمعه ومنستخدم الأعذار وعلى فكرة مين اللي بيستخدم الأعذار والأسف كتير المؤمنين والخدام كمان كتير مرات بيعتذروا كتير وبيتأسفوا كتير كنوع من التبرير أو التزنيب لشخص آخر صحيح وده كبرياء يعني فكرة الأعذار وفكرة أنه يعني يا أم مش أعتذر يا أم هعتذر بطريقة معينة برضو أدحرج الخطأ من على نفسي يعني أزيحه كده أنا كأني بعتذر بس بزيح الخطأ على حد تاني أو بقلقي المسئولية على حد تاني فده برضو واحدة من سمات أو يعني المقاييس اللي استفسي بيها إذا أنا متكبر ولا لا حاجة أخيرة أقولها ممكن يعني تكون تنطبق على المتكبر ودي واضحة قوي يمكن هو متكبر من يرى نفسه أفضل من الآخرين طبعا يعني في ناس كده عندها إحساس أنه تستحق أفضل من البقيين أو هي بتمارس وبتحقق في الحياة حاجات أفضل من اللي حواليها امتها أكبر إنجازها أكبر اللي عندها أفضل رأيها أحسن احتقار كده للآخر تقليل من اللي حواليه فيها الكبرياء دي اللي هي بتاعت أنه على فكرة ده برضو موجود بمناسبة اللي حضرتك قلته ده موجود في الكنيس كتير قوي والخدام وإحساس أنه أنا موهوب أكتر أنا اللي حواليه مش فاهمين أوي زي يعني ممكن أقول شيء بس معارش ده تحت الكبرياء اللي هو التواضع المصطنع تصنع التواضع أنا عشان أخفي الكبرياء إيه بتصنع في التواضع طبعا ده واحد تاني وده هنا كل حد وعشان كده أنا قلت أنه الكبرياء آم مش سهل اكتشافه محتاج آم أنه أرأي بقلبي لأنه القلب أخدع من كل شيء صح ويعرف يسميلي الحاجات بأسماء كده عشان يقولي أنت صح معنا برضو إيه أنا بتكلم لو أنا شخص مؤمن أنا مش عايز برضو قدامي وبيني 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 نفسي حس أن أنا متكبر فحاول أسميها اسم تاني عارف اللي هو الكرامة العزة النفس الشرف أي حاجة لكن لازم نرأي بقلبنا لأنه أحيانا بيكون اللي جوة كبرياء مستخبي ورحة فوكل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة صحيح من فضلة القلب يتكلم اللسان من ثمارهم تعرفونهم يعني إحنا عم نحط الإطار لكن خلينا نرجع للمحور يعني على يعني هل يلام الله على ما يحدث طيب ده السؤال الصعب الحقيقة يعني وأنا لا أدعي أنه عندنا إجابات أنا عند أتكلم عن نفسي يعني لا أدعي أن أنا عندي إجابات يعني قاطعة لكن الحقيقة ده واحد من الأسئلة الصعبة وخلينا أقول أنه إحنا بنصارع مع الألم والشر اللي موجودين حوالينا بنصارع مع أفكارنا اللي اللي مش قادرين أحيانا نضبطها في أنها تمارس إيمان بدون أسئلة ومش غلط الأسئلة لكن المهم ودي حاجة يعني اسمح لي ابتدي بها في الحتة دي المهم اتجاه القلب وهو بيسأل دي فكرة مهمة لأنه أحيانا نضع الله في قفص الاتهام واعد بقى حكمه إزاي ده يحصل وإزاي ده ما يحصل والحقيقة ده أمر مهين لله ويتجاوز حدود الإنسان جدا جدا يعني لننتبه يعني يعني نحن عايز أقول كده هو عدم إيمان أكتر طبعا في عدم إيمان بس هو ساعات بيكون فيه ناس فعلا محتارة والله بيحترم الحيرة ويتعامل معها بس ساعات فيه المشكلة في القلب اللي هو الفيه كبرياء ده اللي هو يعني يتجاوز حدوده ويتكلم مع الله مش تساؤل المحتار طب ما هو داود تسأل أسئلة محتارة ساعات كده قال له إيه لا متى تنساني كل الناس يا ما ده سؤال يعني يعبر عن وجع لكن شوف الاطضاع اللي بيتكلم به أنا بس بستغل الفرصة دي وأقول ينفع نسأل الأسئلة اللي زي دي يا رب ليه تسمح بك إزاي ده يحصل ينفع ده لكن بقلب عارف سلطان الله ومقدر حدوده أيها يعني بدل الله مكانته وبحط نفسي في الحدود اللي أنا بقوله علمني وجاوبني مش بس إن أنا بتاهمك أرجع للسؤال لماذا أو هالي يولام الله على ما يحدث عايز أقول هنا كم حاجة الحاجة الأولى في ميل إنساني لإلقاء اللوم على الله وأنا عايز أحذر من الحاجة إحنا عندنا الميل ده عندنا الحاجة دي اللي هي بتاعت إنه إرمي المسؤولية على ربنا وقول هو المسؤول لازم يكون فيه كابش في ده وهاي على فكرة إحنا نتكلم على كولتشر الكولتشر إحنا اتحكيت بشكل شخصي لكن هو إحنا الخلفية بتاعتنا والكولتشر بتاعنا مبني كمان على الكبرياء فأي شيء لأنه إذا أنا اعترفت معناته أنا قللت من أهمية فلازم يكون في كابش الفداء يعني زي ما العالم يوم برمو كل شيء على أمريكا السبب في كل المشاكل والمنفذ الأول أو الملجأ الأول للإنسان في الحكاة دي ارمي على الله إنت ليه تعمل كده إنت إزاي تسيب الناس تقتل إنت إزاي تسيب الظلم إزاي تسمح بالمشعار فيه وطول الوقت فيه ميل بشري كده قوي عند الإنسان إنه يلقي المسئولية على الله ودي فكرة محتاجين نرجحها شوية ونبص فيها لأنه ليه هسأل السؤال طب ليه الإنسان بيعمل كده الحية إجابة الواضحة ليه الإنسان بيرمي المسئولية على الله عشان يتهرب من المسئولية صح يعني أعرف لما الله جهل آدم يا آدم اللي انت عملته قال له حوى وحوى الحية أعرف هو ده ميل الإنساني فهو دي الفكرة الله أو الإنسان بيجي إليه الله هو المسئول هو سايب الحرب ألاقي أسرة مشردة يا رب نسيب الأسرة دي يحصل لها كده وطبعا في الأمراض وفي كل حاجة طول الوقت إلقاء اللوم على الله السبب الأول فيه لماذا نلقي اللوم على الله للتهرب من المسئولية أنا مش عايز أعمل دوري دوري الأساسي اللي الله لما خلق آدم وحطه في الأرض قال له إيه قال له اجتهد في هذا الأرض اصنع دورك باللغة مزمور 37 أسكن الأرض ورعى الأمانة هل الإنسان بيعمل كده هل الإنسان بيهر على الأرض هل الإنسان من يوم ما تسلط على الأرض هو خاربها حتى جزء كبير من مشاكل الصحية اللي في الكون دلوقتي مرتبطة بزيغان الإنسان التلوس المضاعفات أو أثار المفاعلات والإشعاعات وكل ما مد الإنسان يده فيه عشان يخرج منه منتجات يستخدمها للأذى كانت نتيجتها كوارث صح كوارث في الأرض فعشان كده كله ده بقى مش عايز أبص الإنسان عمل إيه مش عايز أدوق مش عايز أحط الإنسان قدام مسئوليته ودوره أنت عملت كده أنت كنت عليك جزء المسئولية في كده أنا مش عايز أعمل كده خالص لكن الأسهل إيه أبصه فوق أنت إزاي تسمح بكده فده السبب فيه ميل إنساني للوم الله لأسباب السبب الأول فكرة أنه أشيل المسئولية من علي وأدحرجها على الله لكن فيه كمان سبب تاني في رأيي للإنسان لبنلوم الله الاستراتيجية دي استراتيجية شيطانية قديمة جدا وأنا برضو عايز أحذر منها لأنه النغمة دي عالية أو دلوقت بتاعت أنه الله وإزاي ما بيعمل شو كده استراتيجية شيطانية قديمة وهي أنه الله لا يريد الخير والله أولها بطريقة تانية التشكيك في دوافع الله أحقا قال الله شكرك استراتيجية قديمة جدا في الأول خالص أحقا قال الله وبص الشر أحقا قال الله ألا تأكلاه من كل شجر الجنة بص كل شجر الجنة فردت حو قالت له لا هو قال من جميع شجر الجنة نأكل إلا شجر التي في وسط الجنة رد عليها قالت له لأنه يوم نأكل منها موتا نموت يرد عليها يقول لها شوف الاستراتيجية يقول لها بل أن الله عالم أنكما يوما تأكلان منها تكونان كالله عارفين الخر والشر وكأنه إيه عايز وليه الله مش عايز لكم الخير استراتيجية قديمة فهنا بقى لما يحصل بقى أنه آدم وحاوة يعملوا عملته الصعبة اللي هي الاستقلال عن الله وتصديق الشيطان وعدم تصديق الله ويحصل اللي حصل فيه ويطرده من الجنة مين المسؤول الإنسان في كبرياءه ليه تطرده من الجنة الإنسان في كبرياءه ما كنت وقفت الحكاية دي من الأول طب لكن هي الحقيقة إنه هو ده شغل إبليس من الأول إنه إنسى إنت مسؤوليتك يعني الموضوع إنسى إلي ممكن تعمله في اللي جاي طيب هتواجه ده إزاي إنسى كل حاجة بس ركز معايا كده في إنه إيه وجه سهامك نحو السماء اطلق كده سهام نحو الله قوله إنت إزاي تعمل كده شكك فيه اتهمه أو استبعده من حساباتك يبهى هو مش موجود أو قول عنه إنه أي حاجة بس المهم إنه إنت غير مسؤول ففي رأيي إنه هي ده أو ده المفتاح الأول لفكرة لوم الله على ما يحدث التهرب من المسؤولية الشخصية وإتباع استراتيجية إبليس في التشكيك في دوافع الله من ناحية خلقته بشكل عام طيب إحنا قلنا يعني هل يلام الله وجوابت ومشكور جدا السؤال التاني أو الشطر الآخر أو الوجه الآخر من ذات العملة طيب أين الله من هذا الموضوع تمام مية في المية ده استرسال صحيح للسؤال هقول له حضرتك جملة ونقشني فيها الطريقة الوحيدة التي يستطيع أن يمنع بها الله الشر في العالم الآن هي أن ينزع إرادة الإنسان إيه رأيك أو التاني الطريقة الوحيدة التي يمكن أن ينزع بها الشر من العالم هي أن ينزع إرادة الإنسان المشكلة التي نحن مش عايزين نواجهها هو أن التصميم اللي الله خلق للإنسان أنه ده له إرادة حرة إرادة حرة طيب يعني إذا الله عمل التصميم كده وهو متصق مع ذاته في هذا التصميم وهيفضل محافظ عليه كده كيف يمنع هذا الإنسان الذي أراد بإرادته الحرة أن يصنع الشر يعني أطبع على اللي بيحصل في أوكرانيا دلقتي هو ده قرار مين هل فعلت من حقي أعود أبص على الناس النازحين والمتألمين وال يعني لسه الغد دلوقتي حوالي نص مليون لاجئ خرجوا أو نازح خرجوا من أوكرانيا اليوم حوالي 750-800 هم هم بيزيدوا بالساعة يعني قالوا مين ينفع أقول له رب إزاي أنت عملت سمحت بكده يرد علي عايزني أنزع إرادة الإنسان ما هو الحل كده يعني الحل إيه عشان عشان نقول لله أنه قبل كل أزمة حط حد هنا قبل ما كأية مشكلة تحصل حط حد هنا طمهو الإنسان يعني نرجع على الإرادة بسفر أيوب أبعد عنه الإنسان قرر نحن عاوزينك وده اللي نشوفه في العالم يعني ما فيش نظام كامل لأنه قام لا نظام سوشال ولا نظام شيوع ولا نظام ديمقراطي ولا حتى أي يعني رأسمالي يعني ما فيش نظام كامل لأنه هاي الأنظمة كلها عم بتحط الله خارج الصورة فلما بتحط الله خارج الصورة لما من وقت ما صار الإجهاد صار مئات الملايين اللي ماتوا من الإجهاد منعوا الصلاة عم نشوف مقاس الانتحار والمشاكل النفسية ولما أنت بتمنعه بتمنعه بتحارب الله في هذا الموضوع بعدين لما بتصير المشكلة بتلوم الله طب والحل ما هو الحل بقى إن الله يتدخل في الوقت المناسب وده هنقوله بعد شرح لكن أنا بتكلم على أصل المشكلة يعني لو قلنا السؤال الشهير هل يسمح الله بالألم عارف إمتى سمح الله بالألم أول لحظة سمح بيها الله بالألم أو سمح فيها الله بالألم هو يوم ما خلق آدم بإرادة حرة يعني يوم ما الله خلق آدم على صرطه شبهه بإرادة حرة في اللحظة دي الله سمح بالألم لأنه أعطى للإنسان حق الإختيار إنه اختيار اختياراته والبديل كان إيه يعني أنا يعني أنا هل البديل يعني هل كنت عايز أو هل أنا فعلا عايز أطلب من الله أن يخلق كائنات غير حرة طب ما المعنى ما هو الإنسان مخلوق على صورة الله الصورة الأدبية الروحية طبعا اللي فيها حرية الإرادة اللي فيها حرية الإرادة والعقل طبعا طبعا فعشان كده لما نيجي يعني لازم نشوف الأمر نتعامل مع قضية الألم بشكل عام ومع الشر وما يحدث حولنا لازم نتعامل معاه وإحنا فاهمين أو وإحنا شايفين البعد ده في الصورة أنه المشكلة الحقيقية في الإرادة الحرة اللي عند الإنسان اللي خليته بيختار اختيارات يؤذي بيها ويسبب وجع وقلب وعشان كده أنا هرجع للجملة اللي قلتها أنه كانت الطريقة الوحيدة اللي هي تعفينا من كل ده شيل الإرادة شيل الإرادة ماشي الناس دي كده هدوس على زرار كل الناس يصل هدوس على زرار كل الناس تقابت هدوس على زرار كله يعمل خير بس الحقيقة إن الله لو عمل النموذة كده الحقيقة لا يت يعني لا يتصق مع يعني استقامة الله وشخصيته ولا مع قيمة الإنسان لأن الله لو صنع كده ومشى كل الكائنات تعبده بالطريقة دي وتمشي معها بالطريقة دي فين القيمة فين قيمة شخص الله لا ما عاملش الإنسان روبوت يعني ما عاملوش لعب عرائس تتحرك تبقى خليقة رخيصة طبعا والإنسان نفسه يفقد المعنى والقيمة لأنه هو لا يختار هو مصاق اصنع كده كون الإنسان بقى رح يستخدم كل ده جاب البركة الكبيرة والميزة الكبيرة اللي الله دهاله وهي حرية الإرادة واستخدمها في أنه هو يعمل حرب أقف أنا أقول له رب أنت أزاي تعمل كده أنه يعمل تجارب نووية أو تجارب على جرسيم ويعمل لنا فيروسات أتهمه أنه يحصل مش عارف إيه وحاجات يعني طبعا أنا هنا بتكلم عن حاجات للإنسان اللي هدور فيه خربنا كل إش خربنا البيئة وخربنا يعني كل إش فعلا والله خلق آدم نكون مسؤول على الأرض وخان الأمانة أه يعني أفسد يعني صح هي دي المشكلة يعني يعني أنا لنا نفسي فيه بس أنه نحن نشوف الصورة دي ولسه يعني هنشوف إحنا طبعا والله يوقف عاجز لا لا يعني إحنا أكيد مش كده وهذا خلينا راح يعني بس ناخد فاصل قصير وبحب أعطي فرصة للمشاهدين إذا عندك أي سؤال فيك تتواصل معنا على الهاتف وفيك كمان تفوت على صفحتنا صفحة الخدمة وتحط تعليق أو عندك سؤال أو بتحب مساعدة روحية بكل سرور سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فريدي صالح هل يلام الله على ما يحدث أنتم تشاهدون على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية وكمان في نفس الوقت على صفحتنا على الفيسبوك وطبعا الجزء اللي تكلمت فيه السيس فريدي يعني فعلا كتير كتير مهم لكن خلينا نعمل هيك نقلة في الموضوع ما الذي يستطيع أن يفعله الله أو ايه احنا بلاش ايه احنا متوقعين من الله طبعا كون انه قلنا انه الارادة الحرة اللي عند الانسان خلته بياخد قرارات غلط وبينتج عنها ألم وشر ده لا يعني ان الله كمان ليس حرا يعني من باب أولى يعني اذا كان الانسان حر وعنده قدرة على اتخاذ قرارات مؤزية فالله بالأحرى حر وعنده ارادة ويستخدمها للصلاح فانا برضو عايز اقول انه مش معنى كلامنا ده ان الله عاجز يعني مش معنى انه بنقول انه طب الله هيعمل ايه ما الانسان بيغلط بيراته مش قصدي مش معنى كده ان الله يقف مكتوف في الايدي ويعني يتطلع بحسر على ما يحدث ويقوله يعني يخساره كده برضو يا انسان كان نفسي تعمل احسن من كده طبعا هو الله يتأسف في قلبه على شر الانسان لكن يبقى الله عنده امكانيات وقدرة على التدخل وده مهم جدا نكون فهمينه علشان لا نفقد معنى الحياة يعني فلو هتقول لي طيب الله ينفع يعمل ايه او اتوقع من الله ايه اقول كده كام حاجة كده في عجالة طبعا الوقت لا يسمح لكن اقول كده افكار لتشجيع المؤمنين والتعلمنا يعني الله ماذا يصنع اول حاجة يضع حدا للامور الله يترك الحرية للانسان يختار اختياراته يختار الانسان اختيارات خطأ يدمر بيها ويؤذي ويحدث يعني كثير من الخراب لكن يبقى الله قادرا على ان يضع حدا لكل شر وده رجاء مهم جدا لينا ويقين عندنا انه لا تخرج الامور ابدا عن السيطرة اعرف حضرتك لما يبقى معك يعني تأسف كلب صغير كده وحطط له ليش ده الحبل ده وسايبه بتحرك بس في الاخر في حدود في شدك كده تدوس على بتاعك وقف حد ما زال الله يمسك بيده الزمان الله مع الحرية التي اعطاها احتفظ لنفسه احتفظ لنفسه بالحق في ردع الانسان وايقافه وايقاف الشر بشكل العام في وقت ما عشان كده احنا بنقدر نصلي ما هو ما هو الله لو ما عندوش قدرة يحط حد بنصلي ليه احنا بنصلي ليقنا بانه يضع حدا لكل كبرياء ولما نصلي ايه نطلب في هذا الموضوع نقول له ده حدا يعني احنا بنصلي دلوقت اللي بيحصل في اوكرانيا بنقول له يا رب حط حد للظلم يوقف اوقف هذا القنابل اوقف ادخل في ارادة الانسان حط حد للشر هو يستطيع ان يفعل هذا وعنده السلطان انه يعمل كده ايوة سابه يعمل كده لانه ده الارادة ده التمن بتاع حرية الانسان لكن يمتلك ابقى لنفسه الحق في ان يضع حدا في اللحظة التي يراها وصلاة الكنيسة والمؤمنين تفعل سلطان الله في هذا الاتجاه والله عايز الكنيسة تعمل كده الرب غير الشعوب باكملها بسبب الصلوات يعني كان امر بانهاء او كان لكن برضو الرب ادخل طبعا عايز اقول كم آية كده بحب كده نأسس كلامنا على كلمة الله يقول كده في مزمور طبعا في اجزاء كتير قوي حلوة في المجال ده لكن مزمور 89 وعدد 8 يا رب اله الجنود من مثلك قوي رب وحقك من حولك انت متسلط على كبرياء البحر احنا شايفين كبرياء كده بياخد قرارات متعجرفة هو متسلط على كبرياء البحر عند ارتفاع لجاجه انت تسكنها احنا بنقول مشكلة الانسان الكبرياء اللي ما تعلمش بس الله ليه سلطان على كل عالي انت صحقت رهب رهب ده اسم من اسماء مصر في الكتاب المختص مثل القتيل بزراع قوتك بددت اعدائك لك السماوات لك ايضا الارض المسكونة وملؤها انت اسستها الشمال والجنوب انت خلقتهما فعندنا ايات كتيرة قوي بتتكلم على الفكرة دي انه الله له سلطان على كبرياء البحر يضع للبحر حدا ايوب قال كده او في سفر ايوب اللي فاز قال كده فلانا عايز اقوله انه ماذا يصنع الله الحاجة الاولى يستطيع ان يضع حد لكل شر ولكل شرير الاخر الحبل في ايده يقدر يوقفه دي حاجة اقول الحاجة التانية اللي يقدر اللي نتوقعها من الله انه يعملها هو انه يخرج من كل هذا الشر بركة وخير ماذا اسمح لقول الله عبقاري في الحكاية اكيد مبدع في انه يصود بسلطانه على قصة في منتهى الالم ومليامة شر وظلم ويطلع منها اعظم بركة وده رجأنا واحنا بنتفرج عن نيوز كده على الاخبار وشايفين بقى الاتل والافترع او حتى احنا شايفين ازمة زي كورونا ولا اللي طمنا واخنا شايفين كله ده انه ينفع الله يخرج من كله ده بركة وخير ده سلطان الله في امثلة كده طبعا حياتنا الشخصية مليانة يعني تنسى كنت بتحكي لي عن 40 سنة في الخدمة بص عليهم كده شوف قدي مواقف كانت شكلها مزعجة ولما خلصت اكتشفت ان واو ده اللي جي بعدها يعني كان يستاهل جدا وبالعكس ده في حاجات ما كانتش هتنفع تتحقق الا من خلال القصة المؤلمة دي حياتنا كله مليانة يوسف قال انتم قصدتم بي شرا ولكن الله قصد به خيرا ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعون حسب قصده ما هي اسوأ واشر مأساة حصلت في التاريخ الصليب ماش كده مأساة مأساة حقيقية بلاطس قال جملتين عكس بعض كده حاجة لا يعني لما تتقال دي في قاعة محكمة حاجة مضحكة مبكية لم أجد فيه علة دي الجملة الأولى جملة التانية هو قال جمل التاني بس يعني دولار ملخص يعني لم أجد فيه علة الجملة التانية خذوا وصلبوا مأساة يعني بجد يعني انتحرت العدل انتحر يعني يعني مشهد مهزلة حصلت لما تشوف المسيح على الصليب تقول ايه تقول منتهى انتصار الشر منتهى عنفوان الشر تشوف على الصليب يعني اللي هو ايه أقصى حدود المأساة في إنسان بريء يصل ملازم بواحد بإقرار القاضي الطبيعي بتاعه لكن القصة دي ينفع يخرج منها خير يخرج منها خلاص ولما تبص على القصة كده تقول يا مسكين تلاتة وتلاتين سنة ونص رحت في عز شبابك ملحقتش بص على اللي حصل دلوقت ملايين 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 البشر وما زالت تمتد الكنيسة فعشان كده اللي يعمل الله هل الله يعمل حاجة أول حاجة يحط حد تاني حاجة يخرج خير يخرج خير عشان كده أنا بادعو أخواتي وحده عادي تتفرجوا على الأخبار وتسمعوا الأرقام قولوا له ورينا اتدخل وطلع خلاص وخير من دم يعني محتاجين نصلي قوي في أنه المشهد الضلمة ده بدل ما نقعد نلوم الله عليه نقول له اتدخل وطلع خير احنا عم نشوف الصورة المحدودة لكن الله شايف كل الصورة كل الصورة حاجة أخيرة يعملها الله في الحتة دي بسرعة قوي يحط حد ويخرج خير لكن كمان يتدخل بحكمته وصلاحه في معادلة عند ربنا عاملة مشكلة يعني إذا جاز التعبير بس هي دي المشكلة اللي احنا مش فاهمنا دي مشكلة الله مشكلة الله إذا جاز التعبير إنه محتار برضو إذا جاز التعبير ما بين عدله وصلاحه وفي إطار المعادلة دي هو بيتدخل فالنصق فيه وهو يتدخل في حدود الصلاح والحكمة صلاحه عايزه يمكس كل الناس بسرعة ويحط حد بسرعة قوي بس حكمته بتقول إنه فيه بازل وفيه مشهد بتركب عشان يطلع خير بطريقة معينة ويتعلم في درس فلنترك أو فلنثق في الله وهو يتدخل بالعدل والصلاح بالحكمة والصلاح أسيس إحنا شايفين الكورونا شايفين الحرب الإنهيار العالم أو الاقتصادي طب وإحنا إحنا شو دورنا وخيرنا نحط طب طريقة تانية ما هو دور الكنيسة إذا كل هذه الأحداث يمكن أختم بهذا السؤال الحقيقة يعني دورنا طبعا يعني عندنا أدوار نفهمها من الكتاب أقول كده أول دور محتاجين نقوله وناخد بلنا منه في الوقت ده محتاجين نشاور على يسوع والكنيسة محتاجة تشاور على يسوع وتعلن للعالم وللكل أن يسوع هو رجاء هذه البشرية المعزمة ده دور الكنيسة ده دور النبا والكنيسة دور المؤمنين أنا أنا محتاج طول الوقت في وقت مناسب وغير مناسب وهنا دور الكرازة أن نشاور على المسيح نقول يا جماعة مش هيغير الواقع سياسيين جدد يعني لو أنا مش عجبني سياسي معين وقلت يا لو ده يمشي يجي واحد تاني مش هيعمل أحسن فإحنا عايزين الكنيسة محتاجة تشاور المسيح هو الحل التوجيه أنظر الناس على يسوع نشاور على يسوع الحاجة التانية الصلاة الصلاة احنا محتاجين محاربين نصلي ونقول له اتدخل ونقول له خرج خير من الواقع ده ونقول له هل الحرب الروحية الهدور طبعا طبعا محتاجين محتاجين محاربين محتاجين ناس توقف كده لأنه في حرب روحية إبليس بيستخدم كله ده لإبعاد الناس عن الله والتشكيك في الله عشان كده محتاجين محاربين مصليين ناس تصلي فيما خادحها وفي اجتماعات صلاة ومؤتمرات صلاة الكنيسة يجب أن تصلي بقوة علشان يعني يتدخل الله بالشكل المناسب ووضع حد للأمر ده فاحنا قلنا أو للأمور دي فاحنا قلنا أنه تشير على المسيح تشاور عليه تاني حاجة الصلاة حاجة تالتة محتاجين نقدم نموذج أخلاقي صحيح في هذا الزمان عايزين نقدم يسوع مش نشاور عليه بالكلام بس ونعمل كرازة لكن الدور اللي محتاجات كنيسة أنها تقدم شخصية المسيح المسيح لما أرى عن نفسه اللي جي في إشاعية واحده ستين لما هو قاله عن نفسه في لو أربعة روح روح الرب علي لأنه قد مسحني لأبشر المساكين لأشفي منكسري القلوب لأنادي للمسبيين بالإطلاق لأنادي للعمي بالبصر ده الدور اللي المسيح عمله لما كان في الجسد الدور ده دلوقتي محتاجاه أو العالم محتاج الكنيسة تعمله محتاج وهو دي فكرة تقديم نموذج أخلاقي مسيحي محتاجين نحن عن ناس محتاجين نبشر بشر المساكين بمعنى نطبطب ونبشر بمعنى نقول خبر الإنجيل الصار للمنصحقين العالم محتاج يشوف ناس عايشة ده نعلن يسوع في حياتنا يشوفه يسوع فينا أنا بسميها بتعبير تاني أسيس نزار استكمال مسيرة التجسد يسوع تجسد وصعد مين يكمل التجسد الكنيسة الكنيسة تتجسد وأنا وإنت وكل حد نقدم النموذك بتاع المسيح اللي كان يقول يشفي يقول يتحنن يقول يعلم يقول يكرز يشبع العالم محتاج ده في وسط القلب محتاج المسيرة التجسد تكمل من خلال الكنيسة أسيس يعني الكلام كله وحبينا نستجمع كل الأفكار ونحط في صيغة رسالة في الختام إيه اللي عاوز تواصله ولا في دقيقتين أو شوي أكتر اللي على قلبك تواصله لكل مشاهد أنا عايز أقول أنه أنا قدام اختيار من الاختيارين يا إما أقعد أتحصر في الوجع والمشاكل اللي حوالي والشر ووجه سهامي إلى الله ولومه وععد أقول له أنت إزاي سايب ده يعمل كده وإزاي سايب الشر ده يحصل كده وهذا هو الاختيار الأسهل بالمناسبة الأسهل اللي هو المسؤولية مش علي أنت يا رب اللي عملته كل ده ده اختيار اختيار أسهل بس الحقيقة ده الاختيار الأكأب الأكأب هنا جاي من الكآبة نعم لأنه ده اختيار يصحبه قوي الحزن والكآبة والانحصار في الزات والانحناء والاستسلام والاستسلام أو اختيار تاني إني يعني أتضع أمام الله واسأل أسئلتي في محضره واستقبل منه إجابات داخلية بقلب وأنا يعني وأنا يعني قاتي بقلب متضع أمامه أنا جاي متضع أمامه أسأل أسئلتي أسمع منه إجابات أبرقه من الاتهام ده أنا الزهو عارف لما دانيال قال له كده لك يا سيد البر أما لنا فاخذي الوجود تذكرتني بأساف اللي اللي كان قلبه متذمر ومتمرمر حتى دخلت مقادس الله فعلا الإنسان في محضر الله تتغير الصورة بيبتلي يشوف في منظار إلهي روحي بيختلف عن النظرة بتاعته أكمل في الاختيار ده باجي بالتضاع قلبه قدام الرب وصلي وأقول له رب اتدخل حط حد طلع خير من اللي بيحصل اتدخل بصلاحك وحكمتك وأنا واثق فيك مش هقعد يعني أضعك في قفص الاتهام وأنا على منصة القضاء وأعود حكمك أنت لك البر وأنا مسكين وغلبان وأعرف حدودي الحاجة الأخيرة أكمل مسيرة التجسد أني أشاور على المسيح وعيش المسيح بحسب له أربعة الممسوح لكي يبشر ويطلق ويرسل المتصحقين في الحرين أمين 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 يعني ما بنشبعش يأسيس لكن بشكر الله من أجلك ومن أجل خدمتك ربنا يستخدمك ويستثمر أكتر في حياتك شكرا كتير كتير وفعلا ربنا يكافك على كل تعب محبة أظهرته في خدمة الرب ربنا يباركك شكرا عاوز أختم بآية بعد إذنك كمان قسيس في سفر الجامعة صحاح خمسة والآية تمانية إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما أنا بحب تعرفوا كلماتنا البسيطة اللي كانوا أمهاتنا وأبائنا يقولوها في كل بساطة ولكن فيها قوة ديناميكية جبارة قوة إلهية كان دائما نقولولنا في رب في رب صحيح في رب فوق الكل كل اللي عم نشوفه كل اللي عم بحدث في رب يمكن في أمامنا تحديات زي أيام إلية حتى متى تعرجون بين الفرقتين ولكن عندما نزلت نار الرب سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله الرب هو الله يمكن العالم حط الرب بعيد وصوره بشكل خاطئ أو مزيف للناس لكن في رب أنا بدعو الكنيسة نتصلي وتطلب وجه الرب ونتوب ونرجع للرب ونبتدي نكون سبب بركة وبلسم وشفاء لكل من حولنا المفروض إحنا نكون بركة والمفروض إحنا فعلا نكون رسالة حية نعلن شخص المسيح طبيعة المسيح وصفات المسيح في حياتنا إلى اللقاء والرب يبركك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر